يا صواح الفل على حضراتكم يا رب يوم سعيد عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم إن شاء الله حلقة جيدة من Be On Time على On Time Sports نهاردة في كلام كتير يتقال في معاضيع كتيرة مهمة في أخبار كتيرة مهمة فكرت النهاردة هبدأ معاكم الحلقة بإيه؟ هتكلم معاكم على قصة الزمالك والرجاء هتكلم معاكم على أزمة كورونا اللي بدأت تضرب العالم وبدأت تضرب الرياضة وكرة القدم تاني على مستوى العالم وعلى مستوى حتى القرى الأفريقية وشوفناها مع الرجاء هتكلم معاكم عن الأهلي ومواجهته مع الوداد غدا إن شاء الله دي البداية بتاعت النهاردة ولا أبدأ بأحمد حسن كوكا بصراحة أنا خدت القرار أحمد حسن كوكا ده لعيب مهدور حقه تماما تماما مهاجم بيقدي أداء رائع جدا بيعمل كل حاجة كويسة في الملعب الأوروبية مشكلتنا بس مع أحمد حسن كوكا ومع غير أحمد حسن كوكا إنه بقى سقف تموحاتنا دايما عند محمد صلاح لكن في العادي لما كان لعيب مصري يلعب مباراة في دوري أبطال أوروبا لما تعرف إن أحمد حسن ولا هاني رمزي ولا ميدو عد على دوري أبطال أوروبا بس مجرد إنه يعدي على دوري أبطال أوروبا بس كنت بتبقى فرحان ومبسوط وسعيد لكن لما يسجل هدف يكسب فريقه في ديئة 91 بعدما كان بديل وهدف رائع جدا ورأسه مميزة جدا أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس بيسجل هدف الفوز على مرسيليا في دوري أبطال أوروبا المصري أحمد حسن كوكا بيسجل هدف رائع في مرسيليا في دوري أبطال أوروبا وبيهديه لولده ذكرى وفاة ولده اللي كانت من خمس سنين من خمس سنين أحمد حسن كوكا لعب مباراة تاني يوم وفاة ولده كانت مع فريقه سبورتين براغا البرتغالي كان بيلعب قدام مرسيليا برضو وسجل هدف هو أفضل من مباراة سبورتين براغا ومرسيليا من خمس سنين من 2015 في أكتوبر 2015 بعد وفاة ولده بيوم واحد بيسجل أحمد حسن كوكا أفضل أهدافه على الإطلاق في فريق مرسيليا برضو اللي سجل فيه إمبارح سبحان الله مع ولده بيسجل مع وفاة ولده وذكرى وفاة ولده بيسجل أحمد حسن كوكا أفضل أهدافه والعب ده حالة بالمناسبة ده طلع من مصر في 2011 في 2012 راح ليه فريق ريو آفي في البرتغال وكان أنا هديكو شوية تفاصيل كده ومعلومات يمكن ما حدش يعرفها كتير على أحمد حسن كوكا ده كان بياخد مرتب شهري في ريو آفي البرتغالي وعنده 19 سنة ما ياخدوش موظف صغير تاني ما ياخدوش موظف صغير في مصر واخد قراره إنه يكمل في أوروبا واخد قراره إنه يبدأ رحلته في أوروبا صعوبات كبيرة جدا واجهها الراجل ده أول سنة ليه في البرتغال شائطه ولعت شائطه ولعت الحمد لله ما كانش فيها ساعت بس شائطه كلها ولعت شائطه اللي كان مأجرها الشائطة الصغيرة اللي كانت قوضة وصالة اللي ما كانش يلاقي فلوس يكمل بها الشهر والعيف في البرتغال عشان بس تفهموش إنه لما طلع من مصر هنا عاش حياة سعيدة جدا قرر وصمم وأصر إنه يكمل رحلته في أوروبا لحد ما بقى عنده 27 سنة وطلع وعنده 19 سنة لحد ما بقى عنده 27 سنة ولسه بيبدع ويتقلق فيه الملاعب الأوروبية بيسجل في دوري أبطال أوروبا ولازم ياخد حقه عشان ده لعيب مصري بتحب أحمد حسن كوكا بتحب طريقة لعبه ما بتحبهاش أنا في النهاية يهمني جواز السفر ده معه جواز السفر مصري وبالتالي هو بيشرفنا فيه الملاعب الأوروبية وتاني زمان كنا بس بنفرح إن فيه لعيب مصري بيلعب مباراة في دوري أبطال أوروبا دلوقتي بقى عنده لعيبة بتسجل في دوري أبطال أوروبا وممكن تعد كده مرور الكرام لا أنا قررت النهاردة أنه نقف عند هذا الأمر وأبدأ بيه حلقتي النهاردة عشان هو يستحق اللي بيتعامل مع صلاح هو يستحق اللي بيتعامل مع تريزيه هو يستحق اللي بيتعامل مع حجازي هو اللي يستحق يتعامل مع النيني أي لعيب مصري بيشرفنا فيه الملاعب الأوروبية هو بيرفع عالم بلده بيرفع عالم مصر بيسجل والمعلق إن بارح بيقول المصري أحمد حسن كوك شكرا هو ده اللي احنا عايزين ومش عايزين نفتر من كده كون بقى أنه هو مع منتخب مصر ما أقدمش مستويات كبيرة طبعا هو عنده بعض المسئولية وفيه مسئولية أخرى تقع على المدرب السابق لمنتخب مصر هيكتور كوبر اللي ما كنتش هيخلي أي مهاجم يبدأ فيه الملعب طبيعي طبعا الراجل بيدافع طويل وقت وبالتالي المهاجم الصريح في منتخب مصر وقت هيكتور كوبر أكيد مش هتقلق بشكل جبير جدا والده يتقلق الفترة الجاية والد جدا كابتو حسن البدري قال إنه هيعتمد عليه آه هيعتمد عليه منافسة جبيرة جدا من أحمد حسن كوكا ومصطفى محمد بالتأكيد معهم روان محسن طبعا بخبراته فيه المنتخب الأول ولكن المنافسة حلوة لما يبقى عندنا أكتر إحنا دايما بنشتكي من فكرة إنه إحنا ما عندناش مهاجم رقم 9 عشان من إمبارح بدأوا الناس على السوشيال ميديا لا لا أحمد حسن كوكا مين ده إحنا عندنا مصطفى محمد بس تابوا ليه بس؟ آه طبعا مصطفى محمد حالين هو أفضل مهاجم موجود عندنا في الدولة المصر بس ليه مصطفى محمد بس؟ مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا إن شاء الله مروان محسن يتحسن أكتر ويبقى مستوى كويس يبقى موجود مروان محسن نشوف بعد كده صلاح محسن نشوف خالد أمر نشوف حسام حسن سموحة يبقى عندنا أكتر من مهاجم ليه بنمسك في القصة دي ونقول لأ كفاية علينا مصطفى محمد طبعا مصطفى محمد عظيم وبيقدم مستويات رائعة جدا بس المنافسة كويسة والمنافسة تفرح وفرحان لحمد حسن كوكا حقيقة فرحان ليه وفرحان بفكرة إنه فيه لعيب أصر إنه يكمل رحلته بمنتهى الجلد وبمنتهى الإخلاص اللي عمل أحمد حسن كوكا دي حاجات الكتب في قصص وحكاوي نتكلم عنها كتير الفترات اللي جاية بس عشان هو ساكت هو لعيب هادي هو لعيب مهزب فأنت مش هتسمع عنه قصص كتيرة ولكن أحمد حسن كوكا عمل إنجازات كبيرة جدا فيه عشته في القرى الأوروبية مع أولمبياكس بيعمل مباريات كبيرة جدا مع أولمبياكس بيعمل مباريات كتيرة جميلة ومحترمة وأهداف مؤسرة إنبارح الهدف حلو قوي رأسية في وقت خطير جدا صعب جدا حسن بيه مباراة في دوري أبطال أوروبا أهم بطولة في العالم المصري أحمد حسن كوكا كل التحية استمر برافو عليك إن شاء الله يبع عندنا كوكا وعندنا ألف مصري موجودين فيه الملاعب الأوروبية نفرح بيهم ونفتخر بيهم واحد واحد اسم اسم مش بس محمد صلاح اللي بنعتز به وبنفخر به وفرحانين بيوجوده فيه ملاعبنا الأوروبية واسمه الكبير بس مش كل الناس هتبقى محمد صلاح محمد صلاح وصل لليبل بعيد قوي قوي عن أي لعب حتى في العالم نتمنى نشوف طبعا لعبة مصريين زي محمد صلاح بس الباقيين يستحقوا التحية على الدوام طول الوقت كل التحية لأحمد حسن كوكا ده بالنسبة ليبي دايتنا